و اهلا و سهلا فيكم بحلقة جديدة حلقتنا اليوم اول حلقة عملية رح نبلش فيها نعرف كيف نعمل عقدة البداية واللي هي اساس الشغل ما بدي اياكم ابدا بعد اول درس تحسوا حالكم ما عم تقدروا اه تطبقوا او ايديكم تشنجوا او شيء هاي اشياء كلها طبيعية ما تخافوا بالعكس استمروا وحاولوا تركزوا بالدرس لمدة اسبوع لحد ما تتقنوا بالزبط هاي اهم نقطة فخدوا راحتكم وانتوا عم بتطبقوا كل درس بدرس مش مهم انكم بسرعة اه صاروخية تتعلم ولا بالعكس وخاصة انكم انتوا عم تتعلموا اولاين فهذا الشيء ممكن في بعض الاحيان يكون صعب لبعض البنات او بعض الشباب انهم يتعلموا اولاين فعادي جدا خدوا وقتكم وعيدوا الدرس مية الف مليون مرة وانا كمان هحط لكم خاصية بعد ما انبلش هلأ بعقدة البداية انه يكون تعليم على البطيء عشان كمان تشوفوا حركة اليد بالزبط كيف تنعمل فما بدي اياكم ابدا حتى كلمة يأس او ما بنا نتعلم او ازهقنا تشيلوها من قموسكم ابدا هلأ خلينا انبلش اول حركة بالبداية واللي هي بسموها عقدة البداية هاي هي اساس الشغل هذا الدرس ما حنعمل فيه غير عقدة البداية بدي اياكم تركزوا فيها وبعد ما تخلصوا الفيديو تشوفوه اكتر من مرة وتركزوا عليه رح نمسك اليد مش سيدة هيك بهاي الطريقة خليني اقرب الكاميرا عشان يكون ماضحة رح نمسكها بهاي ونمسك الخيط بهاي الطريقة ونلف الخيط بحركة عكسية هيك عشان يصيرو اكس تمام؟ ونلف ايدنا هيك حيصير عنا شو خيطين؟ بايدنا باصبعنا هاد رح ننزل تحت الخيط ونسحب الخيط هداك وتتكون عنا العقدة مرة تانية خليني ابعدها عشان تكون اوضحة رح نبلش هلا نطبق كيف عقدة البداية من اولها رح نترك خيط هيك مثلا عشرة سانتي لانه هدا بنهاية الشغل بتنظف فخلوه طويل عادي يعني بعدين رح نعمل ايدنا هيك مش هيك سيدة لا هيك نتنيها ونخبي هدول الاصبعين حيصير عنا هدول الاصبعين رح نحط عليه الخيط ونمسكها هيك ونجيب الخيط اللي هو طويل هيها البكرة اوكي رح ناخد الخيط الطويل الخيط الاصير هيه هون مسكنا رح نجيب الخيط الطويل ونعمل حركة الاكس تمام هيصار عنا اكس نقلب اصابعنا بصير عنا هدول الخيطين مندخل اصابعنا تحت اول خيط ومنسحب الخيط اللي هناك ومنكون العقدي بعد ما نسحبها بهاي الطريقة رح اعمللكم اياها بالبطيق كمان بس رح نعيدها مع بعض هلا هي اسهل طريقة هتشوفوا كتير بنات ممكن عندهم طرق تانية بس انا هاي بالنسبة لقلي هاي اسهل طريقة في طريقة تانية اذا حدا حاول يستوعبها كمان اوكي مش مشكلة اللي هي هيك بتحطوا عهاي الاصبع كمان اكس وبتسحبوا نفس الشي هيك الخيط هات وبتنيمو هيك وبتسحبو الخيط التاني كونت عنا العقدي بس كاول شي اعملوا اول حركة زي ما قلتلكم هيا بنعمل اكس بناخد هيك منلفه بنسحب هاد الخيط ومن نايمو هون وبناخد التاني تمام؟ رح نرجع لأول واحدة واللي هي شو قلنا اسبعين بنمسك الخيط وبعدين منحط الاكس عليه منلفه هيك ومنجيب سنارتنا اذا ما عرفتو بالظبط كيف تعملو هديك الحركة باصبعكم بالسنارة رح ندخل السنارة تحت اول خيط ونلفها هيك وناخدها مع بعض التنتين شبه بعض بس واحدة بتعمليها باصباعك وواحدة بتعمليها بالسنارة وعشان نمسك الخيط منصير نضيقوا هيك على السنارة هاي بسموها عقدة البداية اللي هي بعديها منقدر نشتغل كل شي بتتخيلو تخيلو من هاي هي اللي بتعمل كل شي رح نرجع نعملها مع بعض منخلي ايدنا هيك منخبي الاصبعين منخلي القصير هذا تحت 10 سانتي منمسك الخيط منحط الاكس بهذا الشكل على الخيط منقلب اصابعنا من تحت الخيط الاول منسحب الخيط التاني ومنعمل ومنمسك هذا الخيط الاصير ومنشده عشان تتكون عنا الحلقة طبعا مدام هيك تكونت عنا الحلقة خلاص اعتبروا مثلا انه هذا اصباعي هو السنارة ومنضيق عليه عيدوها اكتر من مرة سهلي كتير وحتى انا متأكدي انه في بنات اذا حتى بس بعرفوا خيطه هي متل الخيط متل الخيط متل لما نشبك الخيط عرفته احنا ما نخيط اي غرزة عادية هيك وخلاص وبتعملوا غرزتكم وزي ما قلتلكم رح اخليها على البطيق باخر بعد ما هلأ خلصنا هذا الشرح رح اخليها على البطيق اكتر من دقيقة عشان تعرفوا كيف حتى تركزوا بحركة الاصبع انتفقنا؟ هي اسهل طريقة لعقدة البداية انا شفتها بكل الفيديوهات وكل الفيديوهات التعليمية اتبعوها كرروها اكتر من مرة ورح تشوفوا الفرق المطبيع وحتقدروا عطول تعملوها اشتركوا في القناة 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 كتير واضحة وتقدروا تعملوها بكل سهولة وتكون أسهل درس عندكم وأهلا وسهلا بكل حبيباتي الجداد أنا متأكدة إنكم رح تبدعوا رح تبدعوا ورح يكون شغلنا غير شكل بالأيام الجاي اكتبوا لي أي شي بدكم إياه بالكومنت وضيفوني على كل وسائل التواصل الاجتماعي أنا بكون هون بس أكتر شي اللي هو الكروشي وومن اللي هو حسابي الكبير أي سؤال ابعتولي إياه على الديريكت ميسج أنا على طول بشوفه ومنعمل هناك ستوريات بتاخد العقل رح تصيروا تتابعوها وتنبسطوا وتكتسبوا خبرات من بعض وتتعرفوا على بعض وبشوفكم على ألف خير بالحلقات الجاي وما تنسوا اضيفوا كل حبايبكم اللي نفسهم يتعلموا لأنه رح نتعلم بطريقة كتير سهلة ورح تبدعوا كلكم فيها وبشوفكم بالحلقة الجاي مع الدرس الجاي ترجمة نانسي قنقر